بسم الله الرحمن الرحيم وحدة الصوت ثم وحدة الضوء والمغناطسية والنهاردة بنتكلم على وحدة الكهربية وحدة الكهربية طبعا احنا عارفين من الوحدات المهمة جدا لانها مهمة حتى في حياتنا العملية لان الكهرباء دايما احنا بنتعامل معها في كل حاجة وجميع الاجهزة اللي عندنا بنتعامل دايما مع الكهرباء فنعرف كل شيء عن الكهرباء وانواعها ومدى تأثيرها في حياتنا وازاي ان احنا بنقدر نقي نفسنا من شر الكهرباء نبدأ الاول بوحدة الكهرباء الجزء الاول منها اللي هي الكهرباء الاستاتيكية الكل بيسأل دلوقتي يعني ايه معنى كلمة كهرباء استاتيكية والكهرباء الاستاتيكية بنقول عليها الكهرباء السكنة يعني سابتة ما بتتغيرش لان فرق بين الكهرباء الاستاتيكية والكهرباء التيارية إن الكهرباء الاستاتيكية سبت على الأجسام العزلة أما الكهرباء التيارية هي اللي بتنتقل من مكان إلى مكان أخر طيب الكهرباء الاستاتيكية دي نبدأ بقى نعرفها طبعا إحنا قلنا إن إحنا دايما بناخد في كل جزء من الأجزاء دايما بنربط الشق النظري بالشق العملي لأن إحنا عارفين دايما إشراك أكتر من حاسة بيثبت المعلوم وإحنا دلوقتي على بداية نهاية العام الدراسي فعايزين شيء من التركيز شوية من زيادة الخبرة العملية مع الخبرة النظرية لأن إحنا عارفين دايما الطالب بيمتحن العمل الأول بعد كده بيمتحن النظر نبدأ بقى دلوقتي نشوف معنى إيه الكهرباء الاستاتيكية بس قبل ما نبدأ حلقتنا زي دايما بنبه لأبنائنا الطالبة بنقول في بعض الأدوات كده يجاهزها معايا دلوقتي غير الورقة والألم طبعا كل واحد يجاهز ممكن يكون مشت أو ألم جاف قطعة من الصوف قصصات ورق بلونة مثلا عنده كل الحاجات دي جاهزها على أساس إن إحنا وإحنا بنشرح هقولك نقدر نعمل إيه عملي علشان يسبت لنا المعلوم طبعا أول حاجة بنعملها أو بنتعرف عليها إيه هي الكهرباء الاستاتيكية قلنا هي عبارة عن الكهرباء السكنة وديها بتيجي بعملية الدلت طبعا مين اللي اكتشف الكهرباء الاستاتيكية قالوا إن اليونانيين هم اللي اكتشفوا الكهرباء الاستاتيكية من 300 سنة قبل الميلاد اكتشفوها إزاي لما جم يدلكوا أي حاجة بلاستيك بقطعة من الصوف أو قطعة من الحرير لقوا إن الألم البلاستيك أو القطعة اللي هي البلاستيك أو الجسم البلاستيك حصل فيه إيه؟ حصل فيه إن هو بدأ يجذب قصصات من الورق فعرفوا إن هو حصل له شيء من الكهربية الكهربية دي بعد كده عرفوها وقالوا عليها هي الكهرباء الاستاتيكية لأن احنا عارفين دايما الكهرباء فيه منها نوعين فيه كهرباء سالبة الشحنة وكهرباء مجابة الشحنة طبعا نحن عارفين إن الكهرباء سالبة الشحنة بتكون محمولة على الإلكترونات لأن نظرية رازرفورد لما قال إن كل جسم بيتكون من مجموعة من الزرات وكل الزرة بتتكون من نواة ومستويات طاقة خارجية وقلنا النواة بتبقى مجابة الشحنة أما الزرة كلها بتبقى إيه؟ متعدلة الشحنة كنا دايما نقول سؤال علل الزرة متعدلة الشحنة ليه؟ لأن منقول عدد الإلكترونات بيساوي عدد البروتونات لكن الإلكترونات عارفين إن هي خفيفة جدا ولذلك احنا بنقول إن الشحنة السالبة دايما خفيفة وهي سريعة الانتقال ولذلك احنا بنقول دايما الشحنة السالبة بتبقى سريعة علشان أجزاء الإلكترونات هي اللي بتكون حملة ولذلك احنا بنقول لما بتخرج الإلكترونات السالبة إيه اللي بيحصل؟ بتتحول الزرة بعد كده إلى أيون موجب يعني معنى ايون مجب يعني ايه يعني اتحولت الى كهربية مجابة لان احنا بنقول ان الزرة متعد لكهربية بمجرد ما جزء من الشحنة السالبة يخرج لان فيه ميزان بين الشحنة السالبة والشحنة المجب لو خرج جزء من الشحنة السالبة يبقى الشحنة المجبة تبدأ تزداد شوية بنقول اتحولت الى ايون مجب تعالوا مع بعض نشوف الكهرباء الاستاتيكية ونقول عليه ايه ومن اللي اكتشافها زي ما احنا قلنا هم اليونانيين اول حاجة عندنا الموضوع الكهرباء الاستاتيكية زي ما احنا بنقول اللي اكتشفوا اليونانيين من 300 سنة قبل الميلاد تعالوا كده مع بعض يعني احنا لما نشوف بيقول اكتشف اليونانيين القدامى منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد طبعا اكتشفوها ازاي قالوا اذا كمنا بدلك قضيب رفيع من البلاستيك او قلم حبر او قلم جاف او مشت بقطعة قماش من الصوف ثم قربناها الى قصصات من الورق فباللحظ انها بتنجز يعني انا عايزك دلوقتي لو معاك قلم جاف معاك مشت بلاستيك طبعا الحاجات احنا جايبينها معانا على فكرة جايبين لكم مشت بلاستيك اهوت وده عبارة عن قلم جاف وده عبارة عن قصصات من الورق معانا هيت ومعانا قطعة قماش من الصوف موجودة معنا هيت ده طبعا كلها اجزاء احنا بنجيبها علشان تسبت لنا معلومة الشق العملي يبقى دي اماشا من الصوف هيت موجودة معنا وده عبارة عن مشت اي مشت بس بشرط ان هو يكون بلاستيك يعني ما يكونش من الخشب عندنا الساق دي بنسميها ساق ابو نايت الساق ابو نايت الساق دي ساق عزلة بتحمل شحنة مع الدلك وده عبارة عن قلم جاف القلم ده برضو فايدته ان احنا لما بنعمله عملية دلك بقطعة الصوف بنلاحظ ان هو بيجذب قصصات الورق وعندنا مجموعة من قصصات الورق قدامنا يبقى ده الكهربية الاستاتيكية تبتعالوا مع بعض كده نشوفها يعني احنا لو جبنا المشتر اللي معنا دوت وبدأنا نعمله عملية دلك خلي بالكوا دايما احنا بنقول حتى لما جينا تكلمنا على المغناطسية وجبنا قطعة من المعدن وحبينا نعملها مغناطس وقلنا قطعة المعدن ياريت تكون حديد من الصلب علشان بيبقى قوة تحمله بتبقى اعلى شوية ونبدأ نعمل عملية دلك دايما دلك يكون في اتجاه واحد يعني زي ما كنا بنعمل المغناطس بالزبط يعني ما نعودش نعمل كده ونرجع كده علشان ما نفقدش الشحنة بنعمل عملية دلك للمشت ياريت الكل يعملها معايا دلوقتي كده عملية دلك زي ما احنا بنشوف هوت وبعد كده نبدأ نقربها لقصاصات من الورق ونشوفها هيجذبها ولا لا نبدأ نعمل كل ما تزود عملية الدلك كل ما بتزود الشحنة الكهربية ونبدأ نقربها لقصاصات الورق هنلاحظ نحاول نحرر بس اي ورقة كده عشان نشوف عملية الجذب بتاعتها بتتم ازاي شايفين كده الورقة هيت بنجرد ما بنقربها بنلاحظ ان هي عملت جذب للورقة طبعا الشحنة لو احنا عملنا عملية تدليج زيادة هنلاقي برضو الشحنة هتزيد ده بالنسبة للمشي طب لو جبنا القلم الجاف اللي معنا ونبدأ برضو نعمل له عملية دلك ونشوف الحكاية ديت نبدأ نعمل عملية دلك زي ما انتو شايفين كده ياريت زي ما انا قلت يكون الدلك فيه اتجاه واحد ما نعكسش عملية الدلك علشان ما نفكدش نسبة من الشحنة الكهربية احنا بنقول اني الالم اكتسب شحنة عكس الشحنة اللي هي موجودة في قطعة الصوف ايه معنى الكلام ده هوت لاني انتقلت كمية من الشحنة من قطعة الصوف الى الالم هنعتقد اني هنتذكر ان الشحنة اللي انتقلت من قطعة الصوف الى الالم هي الشحنة السالبة اصبح الشحنة اللي موجودة على الالم شحنة سالبة اما قطعة الصوف بتحمل شحنة ايه بتحمل شحنة مجابة لانها فقدت كمية من الشحنة نبدأ نقربها لقصصات الورق شايفين اه شايفين معايا بتبدأ تعمل عملية ايه جذب ليه الورقة طبعا كل ما يكون الورق صغير ورفية هيكون ايه هيكون افضل ونسبة الجذب بتاعته هتكون ايه هتكون اعلى نعمل عملية تدليك تاني زي ما احنا بنقول طب احنا عندنا ساق برضو من الابونايت الساقة هيت دي الساق اه ما هيش معدنية طبعا ديت مصنوعة من الابونايت نعمل لها عملية تدليك وعلى فكرة كل ما يكون التدليك قوي واخد مساحة من الوقت كل اللي بيحصل انه بيعمل عملية ايه جذب اكتر للورق اللي هو موجود قصصات الورق نشوف كده شايفين مع بعض هوت يعني بنلاحظ ان ايه انه قصصات الورق منجزبة للساق الابونايت احنا شايفينها مع بعض هوت حتى احنا لو رفعناها شوية بنلاحظ ان عملية الدلك بتجيب فايدة في عملية تدليك كل ما ندلك الساق وبنديها كمية اكبر من عملية الدلك كل ما بتنتقل كمية من الشحنة من قطعة الصوف الى الساق الابونايت طبعا دي بالنسبة للجزئية اللي احنا عايزين نعرف بيها ايه هي الكهرباء الاستاتيكية الكهرباء الاستاتيكية بنقول هي عبارة عن كهرباء ساكنة تسكن على اسطح العوازل وما بتتحركش طبعا لان ما بيفقدهاش بعد فترة كل اللي بيحصل بعد كده تعالوا كده نشوف مع بعض عشان نشوف ايه مدى تفسير هذه العملية بنقول نفس الشيء بيحدث اذا قمنا بدلك المشط شعر زي ما احنا شفنا دلوقتي بقطعة صوف وقربناه من خيط ماء رفيع ينساب من محبس مياه صنبور يعني لو عندك برضو حنافية لو انت عملت المشط على فكرة المشط ممكن تسرح به بس بمجرد ما تسرح به بيكتسب كمية من الشحنة او لو عملت له عملية حركة على فروة الرأس هيكتسب كمية من الشحنة طبعا ممكن نحنا نقرب له قصصات من الورق هنلاحظ ان هي بتنجذب للمشط او ان احنا لو شفنا خيط ماء خيط الماء ده يكون رفيع ما يكون شطخين لان كل ما يكون لان كمية الشحنة دي كمية ضعيفة جدا فكل ما تكون نسبتها قليلة كل ما يكون طريقة الجذب بتاعتها بتكون ضعيفة فطريقة الجذب بتكون لايه بتكون مثلا لقصصات ورق رفيع يعني قصصات الورق القدامنا ديت لو ارفع شوية هيتبقى الجذب بتاعها اعلى خيط الماء اللي احنا بنقول عليه يكون منثاب من الصنبور بكمية رفيعة جدا كل ما نقرب المشط هنلاحظ ان خيط الماء هيتجه في اتجاه المشط ياريت تجربوا برضو الحاجات ديت معايا علشان تعرف ايه هي الكهرباء الاستاتيكية هنا بيقولك ان الماء بتنجذب لايه بتنجذب للمشط تدرجية طبعا هنشوف دلوقتي تفسيري العملية دي ايه بيقولك عند عملية الدلك تكسب الاشياء المدلوكة بطاقة عبارة عن شحنة كهربية يعني الجسم المدلوك بيكتسب ايه شحنة كهربية بتجعل الجسم المدلوك قابل لجذب الاشياء الصغيرة الخفيفة الحركة زي ما احنا شفنا دلوقتي لما دلقنا المشط ودلقنا ايه القلم ودلقنا ساق الابونيات ده التفسير بتاعها لكن ايه اللي بيحصل بعد كده ان الطاقة او الشحنة بتظل ساكنة على سطح الجسم المدلوك وبيطلق عليها بالكهرباء الساكنة او الكهرباء الاستاتيكية يبقى احنا لما نجي نعرف ايه معنى كلمة الكهرباء الاستاتيكية بنقول هي عبارة عن الكهرباء او الشحنة الكهربية التي يكتسبها الجسم المدلوك اللي هو الجسم بس الجسم ده لابد انه يكون عازل لان ما ينفعش ان انا اعمل عملية الدلق دي على ساق معدنية لان احنا عارفين ان الساق المعدنية بتوصل الطيار الكهرباء يعني احنا بمجرد ما نعمل لها عملية الدلق ايه اللي هيحصل هتنتقل الشحنة الكهربية من على ساق الحديد الى ايديا ثم تفرغ الى سطح الارض فبالتالي مش هتكتسب اي شحنة من الشحنات الكهربية او هتكتسبها ثم تفقدها مباشرة يبقى لابد ان يكون الجسم المدلوك يكون من العوازل وقلنا ممكن يكون الالم الجاف لانه مصنوع من البلاستيك مش عشان مصنوع من البلاستيك ساق الابنايت لان دي عبارة عن مادة عزلة بمجرد ما نعملها عملية دلق بتكتسب شحنة والشحنة دي بنقول عليها هي عبارة عن الكهرباء الساكرة تعالوا مع بعض نشوف الجزئية اللي بعد كده بيقولك من السهل ان احنا نميز بين الكهرباء الساكنة والكهرباء التيارية لان فيه فرق بينهم وحنا قلنا دلوقتي ان الكهرباء الساكنة هي من اسمها حتى ساكنة بتسكن على اسطح الاجسام العازلة التي تم دلكها اما بالنسبة لي الكهرباء التيارية بتتحرك لان عبارة عن الكترونات خفيفة بتتحرك بسرعة بيقولك من السهل ان نميز بين الكهرباء الساكنة والكهرباء التيارية فالأولى لا تتحرك والثانية متحركة يعني الكهرباء الساكنة ولذلك احنا بنقول عليها ساكنة من اسماحة ان هي لا تتحرك اما الكهرباء التيارية دي طبعا حركة الحركة بتاعتها بتبقى سريعة جدا وبنقول ان ما فيش فرق بينهم فالاختلاف يكون في نوعية المادة التي تظهر عليها الكهرباء بمعنى ايه الكلام ده هوت احنا قلنا لو المادة اللي احنا بندلكها عشان تكتسب كمية من الكهرباء او الشحنة الكهربية بنقول لابد انها تكون مادة عزلة علشان تكتسب شحنة كهربية اما المادة اللي هي المعدنية ايا كانت بقى حديد الامونيوم نحاس عارفين ان هو جيد التوصيل للطيار الكهرباء فمنفعش ان انا اكسبه شحنة ساكنة مع ان هذه الاجسام فيها شحنة ساكنة لان احنا قلنا كل الاجسام بتتكون من مجموعة منين من الزرات زي العالم رازر فوردم قال قال ان كل مادة تتكون مجموعة من جزيئات والجزيئات بتتكون من زرات كل زرة بتتكون من نواه وحواليها مدارات المدارات دي محتوي على الكترونات سالبة الشحنة وقلنا ان الزرة متعدلة كهربيا لكن النواه نفسها مجابة الشحنة في حد يقول ليه النواه مجابة الشحنة لانها بتحتوي على البروتونات اللي هي مجابة الشحنة والنيترونات متعدلة الشحنة ولذلك رغم ان النواه بتبقى صغيرة جدا لكن هي اللي بتحمل وزن الزرة ككل يعني كمية السكل كله بيبقى موجود في النواه لاحتواها على النيترونات لان النيترونات دي تسقيلة ومتعدلة كهربيا اما البروتونات هي مجابة الشحنة ولذلك احنا لما بنقول ان الزرة متعدلة كهربيا لان الالكترونات بتساوي عدد البروتونات تعالوا مع بعض نشوف الجزئية اللي بعد كده بنقول ان الكهرباء السكنة بتستقر وبتمتظر على اسطح العوازل ولا تسمح العوازل بخروج او هروب هذه الكهرباء من عليها الا في حالات معينة ممكن حالات التسخين حالات توصلها بجسم جيد التوصيل للكهرباء كل الحاجات دي بعض الحالات او العوامل اللي بتؤدي الى فقد الشحنة الكهربية طبعا عندنا نوعين من الشحنة الكهربية زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في وحدة المغناطسية اللي احنا لسه مخلصينها من فترة قريبة قوي وقلنا ان القانون بتاع الجذب والتنافر ياريت الكل يفكر ويقول لي كان بيقول ايه الشحنات المتشابهة بتعمل ايه والشحنات المختلفة بتعمل ايه عايزين نفكر بسرعة كده قبل ما انا جاوب تمام بنقول ان الشحنات المختلفة بتتجاذب اما الشحنات المتشابهة بتتنافر ولما جبنا المغناطيس اللي هو على شكل مستقيم وربطنا المغناطسين كل المغناطيس بخيط وقربناهم لبعض حسينا ان الاقطاب الكتب الشمالي بيتجه للناحية الكتب الجنوبي التاني بيتجذبوا مع بعض لكن كل ما نقرب الكتب الشمالي للكتب الشمالي باللاحظ ان بيحدث عملية التنافر يبقى بنقول ان الاقطاب زي ما احنا قلنا في قانون الجذب والتنافر في المغناطيسية مفيش اختلاف خالص بينه وبين قوانين الشحنة الكهربية بالنسبة للمغناطيسية قلنا الاقطاب المتشابهة بتتنافر اما الاقطاب المختلفة بتتجاذب هنا نفس النوعية بالزبط الشحنات المتشابهة يعني الشحنة السالبة تتنافر مع الشحنة السالبة اما الشحنة الموجبة بتتنافر مع الشحنة الموجبة لكن الشحنة الموجبة بتنجذب للشحنة السالبة تعالوا نشوف الكلام ده برضو مع بعض بنقول ان كلمة شحنة يعني تشارج وجود بعض من الكهرباء ولكن اي نوع من الكهرباء في الواقع ان هناك نوعيتان مختلفتان وكل من هما يتجذب مع الاخر ايه هما النوعين دول شحنات موجبة وبنعملها ببلس والشحنة السالبة مينس دايما احنا لما بنشوف حجر البطارية حجر القلم اللي احنا بنستخدمه ممكن بنستخدمه للريموت او بنستخدمه في الكشاف الكهرابي بنلاحظ ايه بنلاحظ ان مكتوب عليه جهة منه بنلاقي مكتوب عليها بلس معمول عليها زائد كده والناحية التانية معمول عليها مينس سالب لان ده بيقولك ده بيحمل شحنة سالبة وده بيحمل شحنة مجاب ليه لان ده هناخده مهمة اوي اوي وخلي بالكم من الكلام اللي احنا بنقوله ده لان هناخده بعد كده في التوصيل الكهرابي يعني لما يكون عايزين نعمل دايرة كهربية بنوصل ازاي بنوصل الكتب السالب بالموجب والموجب بالسالب وهكذا لو احنا عايزين نوصل على التوالي اما لو احنا عايزين نوصل على التوازي هناخد الاقطاب الموجبة كلها مع بعضها والاقطاب السالبة كلها مع بعضها ركزوا دايما في الكلام اللي احنا بنقوله لان كل الكلام اللي احنا بنقوله مبني على بعضه يعني كل وحدة من الوحدات بتعتبر مبنية لحد ما بننتهي بالوحدة يعني احنا بنتكلم دلوقتي على الكهرباء الاستاتيكية لان احنا عارفين عندنا ثلاث انواع من الكهرباء احنا هندرسهم اول حاجة بندرسها الكهرباء الاستاتيكية بعد كده هندرس الكهرباء الجوية بعد كده آخر حاجة الكهرباء التيارية لأن اللي هي دي مشة في البيوت وعلشان نعرف مع بعض ايه هي الكهرباء التيارية وإيه شدة الطيار وفرق الجهد خلينا بقى في موضوع حلقة النهاردة اللي هو عبارة عن الكهرباء الاستاتيكية علشان من تقلل Economist بنقول ان الكهرباء الاستاتيكية برضو فيها شحنة مجابة وفيها شحنة ايه؟ فيها شحنة سالبة. تعالوا مع بعض نشوف بيقول ان الشحنات السالبة هي الأسهل في الحركة عن المجابة نفس الكلام اللي احنا قلناه من شوية فهي اظهر وأخف وزنا بكثير عن الشحنات المجابة المعاكسة والشحنات السالبة هي التي تتحرك تاريكه خلفها الشحنات المجابة بنفس المقدار ايه معنى الكلام دا هو لسه احنا ايليين دلوقتي ان الزرة متعدلة كهرابيا الشحنة السالبة بتبقى محمولة على ايه على الالكترونات لان احنا قلنا ان الالكترونات سالبة الشحنة اما البروتونات اللي هي داخل النواه مجابة الشحنة الشحنة السالبة اللي هي محمولة على الالكترونات قلنا الالكترونات بتدور حول النواة في مستويات للطاقة او مدارات بنقول عليها ده او ده الاتنين اسموا واحد الالكترونات بمجرد ما بتكتسب كمية من الطاقة شوية بتترك المستوى اللي هو الادنى الى المستوى الاعلى طيب بالنسبة ليه الالكترونات قلنا الالكترونات دي خفيفة جدا لاني لسه نقيل دلوقتي ان الزرة متعدلة كهربيا سكل الزرة كله في النواة لان النواة قلنا بتحتوى على البروتونات اللي هي مجابة الشحنة النيترونات عاملة ايه قلنا متعدلة الشحنة ولذلك احنا بنقول ان البروتونات بتساوي عدد الالكترونات خلي بالك عشان ما تقولش ان الالكترونات بتساوي عدد النيترونات طبعا الاجابة دية خطأ الالكترونات بتسوي عدد البروتونات لان البروتونات هي الموجبة والالكترونات هي السالبة قال هنا ان الشحنات السالبة زي ما احنا لسه قايلين لان الشحنات السالبة بتبقى محمولة على الالكترونات طب احنا قلنا الزرة متعدلة كهربيا قلنا لما هتفقد كمية من الشحنة السالبة ايه اللي هيحصل هتتحول الى ايون موجب يبقى اكتسبت في الحالة دي شحنة ايه شحنة موجب طب الجسم التاني اللي اتنقله الالكترونات الجسم التاني اللي اتنقله الالكترونات او الشحنة السالبة هيتحول الى ايون موجب ولا سالب برافو ايون سالب ليه لان فيه كمية من السالبية رحت له وبالتالي هو كان متعادل الشحنة زي الميزان بالزبط احنا لما هناخد شحنة سالبة من الجهة دي يبا احنا بنقول هنا تحولت الى ايون موجب ونضعها على الجهة التانية هنقول ان ده تحول الى ايون سالب بديية الفكرة كلها علشان من ننسهاش طيب ايه بعد كده بنقول ان كل الشحنات اما ان تكون مجابة او تكون سالبة لان ما فيش وبرضو في عندنا الجسم لما بيبقى متعادل يبقى في الحالة دي بيحمل الشحنتين مع بعض زي النيترون النيترون بنقول متعادل الشحنة لان بيحمل عدد من الشحنات المجابة بتساوي عدد من الشحنات السالبة بيقول ان كل الشحنات اما ان تكون مجابة او سالبة ويعتمد نوع الشحنة المتولدة على مادة ما على نوع المادة التي تدلك بها المادة ازاي الكلام ده يعني احنا بنقول لو جبنا قطعة من الصوف غير ما نجيب قطعة من الحرير ليه لانه لابد ان يختلف هنا جزء الشحنة اللي هي المنتقلة من الصوف الى المشت البلاستيك او من الحرير الى المشت البلاستيك في الحالة دي بتختلف الشحنة لان احنا بنقول ان المشت البلاستيك هنعتبر ان هو ما علوهش اي شحنة خالص لكن عملية الدلك هي اللي بتكسبه شحنة يعني انت لو جبت المشت البلاستيك عادي خالص ما حصلوش اي نوع من الدلك ولا سرحتي بيه ولا اي حاجة وقربت له قصصات من الورق ايه اللي هيحصل مش هيحصل اي حاجة مش هتلاقي اي نوع من الجزء لكن بمجرد ما مسكت المشت وبدأت تسرح بيه يعني حصل احتكاك بينه وبين فروة الراس او الشعب هنلاحظ ان هو اكتسب كمية من الشحنة بمجرد ما انقربوا لقصصات الورق هنلاحظ ان بيحصل عملية ايه جزء يبا في الحالة دي هو اكتسب شحنة يبا هنا بيقولك ان كل الشحنات اما ان هي تكون مجابة او بتكون ايه سالبة لكن بتختلف على نوع المادة اللي تم التدليج بيها يعني بيقولك ان كل الشحنات اما ان تكون مجابة او سالبة بيعتمد نوع الشحنة المتولدة على مادة الماء يعني على المشت مثلا او ساكل ابو نايت او الالم على نوع المادة التي تم التي تدلك بها المادة اذا كان صوف اذا كان حرير او اي نوع من المواد الاخرى طب ايه قانون الجذب والتنافر في الكهربية الاستاتيجية قلنا قانون الجذب والتنافر ده موجود في حاجات كتير اوي وقلنا عليه في المغناطسية وقلنا ان الاقطاب المتشابهة بتتنافر والاقطاب المختلفة بتتجازل نفس الفكرة هنا هو ده نص القانون بالزبط ان الشحنات المتشابهة بتتنافر اما الشحنات المختلفة بتتجازل تعالوا كده نشوف مع بعض هنا هوات بيقولك تتجازل وتتنافر الشحنات الكهربية طيب الشحنات المتشابهة بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها تنافر اما الشحنات الغير متشابهة بتتجازل يعني لو شحنات مجابة مع شحنات مجابة لابد ان يحصل ايه؟ تنافر هنشوفها كده برضو مع بعض تعالوا كده نشوف الفيديو اللي معنا دي بلونة عليها شحنة سالبة ودي ساق ديت عليها شحنة متعدلة ايه اللي بيحصل لما بني بص البلونة علشان عليها شحنة سالبة بمجرد ملفة الناحية التانية علشان تجذب بصوا شايفين اللي الساق عاملة ازاي كذلك هنا برضو عندنا بلون وعندنا جزء في حاجات متعدلة خالص ايه اللي بيحصل ان الشحنة المجابة بمجرد ما الشحنة السالبة بتقرب باللاحظ ان الالكترونات ايه بتتجه في الاتجاه بتاعها او الشحنة السالبة بتتجه في الاتجاه المعاكس يعني شايفين ادي البلونة شحنة سالبة لما لفت النحية التانية الشحنة المجابة لفت برضو علشان يحصل عملية التجاذب بين الشحنات المجابة والشحنات السالبة يباحنا دايما لما بيكون فيه نوع من الشحنة كل اللي بيحصل ان ايه ان الشحنات المختلفة باللاحظ ان هي بتتجازب اما الشحنات المختلفة باللاحظ ان هي بتتنفر هنشوف بعد كده تعالوا معنا كده نشوف برضو جزئية اللي معانا ديت شكل برضو جميل جايبينهولكو علشان يعرفك ازاي الشحنات المتشابهة بتتجازب والشحنات المختلفة بتتنفر تعالوا كده مع بعض هوت شايفين احنا الرسمة اللي معانا ديت او الرسمات اللي معانا ديت دي عبارة عن ساق من الابو نايت ودي عبارة عن بلونة البلونة ديت معلهاش اي شحنة كهربية خالص اما ساك الأبو نيت ديت مدلكة او عليها شحنة سالبة هنا ديت عليها شحنة سالبة لما قربناها للبلونة اكتسبت البلونة شحنة ايه سالبة خلاص تب تعالوا نشوف بقى لو احنا جبنا البلونات اللي معانا وبدأنا نعمل عملية تعليق للبلونات في ساك او مسكنهم بادينا كده ونشوف ايه اللي هيحصل لو جينا شوفنا الالف ديت الشحنتين اللي عليهم شحنتين متعادلتين شحنتين ايه متعادلتين يعني دي متعادلة ودي متعادلة لاني ما حصلش اي تدليق للبلونة ديت ولا تدليق للبلونة دي فايه اللي تم نلاحظ ان هما الاتنين ملتصقين ببعض مفيش اي شيء من التنافر ولا شيء من التجاذب هما على حسب اتجاه الخيط ما مودي طيب نشوف به به هنا بيقولك دي عبارة عن شحنتين موجبتين دول شحنتين ايه موجبتين لو احنا شوفنا به هنا هنا باللاحظ ان ايه ان البلونة دي اتبعدت والبلونة دي اتبعدت بمسافة بعيدة برضو شايفين بعد عن بعض خالصا طيب عندنا هنا ديت محتوية على شحنة سالبة هنا دي شحنة سالبة وديت شحنة سالبة ايه اللي حصل برضو حصل شيء من التنافر طيب هنا البلونتين برضو متعلقين هوت علقناهم في طرف خشبة من نحيا دي وخشبة من نحيا دي بنحاول طبعا ديت لو هي مطروكة عادي خالص اللحظ ان هي سقطة كده ايه اللي احنا ملاحظينه ملاحظين ان فيه تجاذب بين البلونتين دول لان دي محتوية على شحنة سالبة ودي محتوية على شحنة ايه موجب هنا القانون هوت جايبينه بيقول تتنافر تتنافر الشحنات المتشبهة وتتجاذب الشحنات المختلفة مع بعضها قلنا آلف ديت متعدلة اما به حصل فيه تنافر لان الشحنتين موجبتين الشحنتين شكل بعض جيم الشحنتين برضو سالبتين فحصل شيء من التنافر اما جيم هنا دال حصل تجاذب بين الشحنتين المختلفتين تعالوا كده نشوف مع بعض ديت لو احنا حاولنا نعملها عملي يعني زي ما احنا شايفين معانا دلوقتي في الرسمة البلونة الاولانية اللي هي آلف فيها علشان فيه تعادل حصل عملية ايه عملية جزء او ما حصلش اي نوع من التأثير خالص احنا هنشوف برضو معانا جايبين لكم معانا برضو بلونات علشان نشوفها مع بعض هنشوفها هوت عندنا دلوقتي ثلاث بلونات اهمت هنعمل لهم برضو عملية دلك خليكم معايا البلونات ديت دي بلونة ودي بلونة هنعمل دلك لبلونتين وبلونة مش هنعمل لها دلك خالص هنبتعد البلونة الزرق ديت خالص مش هنعمل لها عملية دلك وهننسك قطعة الصوف ونعمل عملية دلك اللي ايه للبلونتين البلونة ديت والبلونة دي تمام طبعا نعمل عملية الدلك ديت طبعا قلنا كل ما تكون عملية الدلك كبيرة كل ما يحصل ان ايه طبعا البلونات ديت مرسومة عليها قلب ومكتوب عليها حبيبي ده نوع من الود طبعا بيننا وبينكم عملنا تدليق للبلونة ديت وهنعمل تدليق برضو للبلونة التانية ديت طبعا قلنا كل ما تكون عملية الدلك كتيرة كل ما هتكتسب ايه هتكتسب شحنة طيب دول عبارة عن بلونتين لو مسكنا الخيط ده مع ده وبدأنا نعلق الاتنين مع بعض احنا لو لاحظنا شايفين بمجرد ما دلقنا البلونة ايه اللي احنا لاحظناه لاحظناه ان هي جذبت قصصات الورق بصوا شايفين قصصات الورق بمجرد ما نسيبها مجرد ما بنحطها على البنج بلاحظ ان هي ايه بتسحب البلونة طيب حاول انت تعمل معايا التجربة ديت دلك البلونتين وحاول تعمل لهم ترفحهم في مستوى واحد الاتنين يعني شايفين تعمل لهم 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 ت